بالنسبة للوبانتكر عنده فوائد كثيرة يعني لا للجسم ديانا يعني الجهاز العصبي الجهاز الهضمي على الخلايا السرطانية يعني كي حد منها وكيعاون ان الجسم ان الجسم يتخلص من هادوك الخلايا السرطانية اولى على الاقل الحماية اه وهذا عنده طريقة كيفاش كانت تعملوها انا غنطرق لها المستمعين ديانا اكثر على التجميل اه والا وعندنا ثاني القسط التجميلي اللي هو كيلق لان لوبانتكر هو كيتعتبر مضاد للالتهاب يعني تجدود ناجحة هادي ومن يعني من جيل جيل كان كيتستعمل بزاف الجروح القروح كان مني كيكون مثلا بطور في الوجه حبوب كان مني كيكون مثلا اه شي مشكل جلدي اه شي التهابات جلدية يعني كنستعملو لانه هو كيتعتبر من فاصيلة الكورتيزون الطبيعي يعني كنستعملو كا كورتيزون طبيعي ما عندو حتى افاق جروح مطهير الالتهابات والا المطهير للالتهاب اللي تيساعدنا على الالتهاب الجروح ديانا للي كي يعني اه كي مسكين من واحد ناحية انه حلق التي كيهد علينا الم هاداك الجرح اولا الناس اللي تحرقوا للناس اللي كان وقع لهم مشكل تيوقع مسلا اه مشاكل جلدية كيكونوا التهابات جلدية الى غير ذلك لهذا من بعد بنت لنا وكانتش على دي كي تستعملها بنسبة البشرة يعني للطبيعي مشاكل كيكونوا في البشرة مشاكل اه ديال كيف ما قلنا البطور اه الاتخاص ديال البطور احت هي الحبوب ديال الحبوب اه مني مثلا مني كيكون عندنا شحراق اه كنستعملوه الاتخاص كنستعملوه موضات للطرهولات الجلدية يعني مني كيكون الفات النقطة ديال كيخصص من تجعين دوك ترهولات ومن ترهول ولا كيشد للبشرة الوجه ولا بالجسم ككل يعني انا الناس اللي كيكونوا عندهم مسلا مشكل ديال الترهول في الجلد يعني كنقدرون استعملوه واحد طريقة متواضبة يعني واحد سيرورة اللي تكون منتظمة وكيبالين النتيجة في الجسم ديالنا موسيقى موسيقى موسيقى